فعلوا بقى نشوف مثال عملي لي الـ OCM على جهاز الغسيل وازاي نشغله وازاي نشوف المتغيرات اللي بتحصل عليه أثناء جلسة الغسيل أولا عايزين نعرف ايه هي شروط تشغيل الـ OCM أول حاجة ان الـ Option نفسه يكون موجود في الجهاز ونحيحدد ده مهندس الصيانة أو الفن المسؤول عن المكان تاني حاجة يكون معمول معايرة جيدة لكل وظائف الجهاز زي الـ Conductivity والـ Temperature والـ TMB وغيرها ثالث حاجة يكون الجهاز بيعدي T1 Test بنجاح وإن Cyclic Pressure Holding Test يكون مفاعل وده عبارة عن تست الجهاز بيعمله أثناء جلسة الغسيل كل 12.5 دقيقة لمدة ثواني في خلالها بيتم عزل المريض عن الجهاز وتوليد pressures أو ضخوط داخلية ومتابعة هل تم تسريبها أم لا لضمان إحكام الـ Closed System أو النظام المغلق مع المريض وكمان كل دورة قياس للـ OCM بتتم بعد كل مرة Cyclic Pressure Holding Test مباشرة عشان كده تفعيله مهم وأيضا دي وظيفة مهندس الصيانة أو الفن المسؤول رابع حاجة قبل ما نوصل المريض على الجهاز لازم الـ Conductivity والـ Temperature تكون ثابتة ومستقرة على الجهاز خمس حاجة كمان جلسة الغسيل تكون على الـ Dealsis Mode مش Preperation Mode وإن الـ Optical Detector أو الحساس الضوئي يحس بمرور الدم من خلاله طيب إيه هي موانع تشغيل الـ OCM أول حاجة إن جلسة الغسيل ما تكونش Single Needle اللي فيها خروج الدم ودخوله من وإلى المريض بتتم من خلال إبرة واحدة وليس إبريتين كالمعتاد وده أسلوب غسيل مختلف وإن شاء الله هنشرحه لحقه تاني حاجة ما تكونش الجلسة Single Needle Click-Clack وبرضه إن شاء الله هنشرحها لحقه تالت حاجة إن جلسة الغسيل ما تكونش Online HDF واللي بتعتمد على طريقة الـ Conviction في إزالة السموم من الدم مش طريقة الـ Diffusion العادية اللي إحنا عارفينها وبرضه إن شاء الله هنشرحها لحقه رابع حاجة ما تكونش Online Plus خامس حاجة ما يكونش كمان سحب ماء فقط من المريض دون إجراء غسيل اللي بنقول عليه الـ Isolated Ultra Filtration والحاجات دي كلها هنشرحها إن شاء الله لاحقا في فيديوهات قادم تعالوا بقى نشوف إزاين ندخلها على الجهاز بنروح للـ Dialysis Representation Menu وبنوصل للـ OCM وبنبدأ ندخل البيانات بتاعة المريض أول حاجة Dry Weight وزنه ولي يكون 71.5 كيلو جرام الطول بتاعه ولي يكون 173 سنتي عمره 46 سنة الجندر بتاعه ذكر بنشغل الـ OCM بنعمله On بنختار الـ Interval اللي هي كل مرة قياس للـ OCM هتحصل كل قده بندخل الـ V-Euria لو هي موجودة من التحاليل مش موجودة هنعمل Confirm ونرجع تاني نخش جوه القيمة هنلاقي الجهاز طلع علينا قيمة الـ V-Euria عن طريق الـ Watson Firmicula من البيانات اللي أنا دخلتها اللي هي الوزن والطول والعمر ونوع المريض بعد كده بنبدأ نحط الجول الجرعة اللي احنا عايزينها من الغسيل للمريض تكون كام ولتكون واحد واثنين من عشرة بعد كده الـ Himatocrit بناخد متوسط للذكور وليكن 40% ولو إيناس بيكون 35% بعد كده بننتقل للجانب الأيصر وبنختار شكل الرسوم البيانية اللي هتظهر على الشاشة بنختار في الجزء العلوي الـ OCM diagram وفي الجزء السفلي هنختار الـ OCM data وبعدين نعمل confirm وزي ما احنا شايفين ادي الشاشة اللي فوق هتعرض لنا الرسم البياني والجزء التاني هيعرض لنا القراءات بتاعة متغيرات الـ OCM لو عملنا زوم كده لشاشة بيانات الـ OCM هنلاقيها بتنقسم لجزئين جزء الـ OCM data واللي من خلاله بندخل بيانات المريض وجزء الـ diagram selection وده من خلاله بنختار شكل الرسم البياني اللي هيظهر على الشاشة أثناء جلسة الغسيل أول حاجة بنوصل لشاشة الـ OCM عن طريق اختيار قائمة الـ dialysis representation الموجودة أسفل يمين الشاشة وبعدين بنعمل confirm بعد كده بندخل الوزن الجاف للمريض أو dry weight في المكان ده بعد كده بندخل طول المريض في المكان ده وبيكون بالسنتيمتر يعني لو طوله 169 سنتي ندخله 169 بعد كده ندخل عمر المريض هنا وبيكون بالسنين يعني عمر المريض 62 سنة ندخل 62 بعد كده ندخل نوع المريض هنا هل ذكر أم أنثى ولو ذكر بنختار M ولو أنثى بنختار F من خلال زرار الموجب والسالب اللي موجود على لوحة المفاتيح في شاشة الجهاز بعد كده بنشغل أو بنفعل الـ OCM بنخليه ON بعد كده بندخل للحجم اللي منتشر فيه اليوريا هنا لو كان متاح من خلال التحريل ولو مش متاح بنضغط على زرار confirm في شاشة الجهاز ونرجع تاني نضغط على قائمة الـ dialysis representation حنلاقي الجهاز حسب الـ V من خلال الـ Watson firmware اللي شرحناها قبل كده بعد كده الطبيب المعالج حيحدد جرعة الغسيل المناسبة للمريض الـ KT over V ويدخل النسبة المطلوبة هنا لو مثلاً 1.4 من 10 زي ما قلنا يبقى الطبيب عاوز ينقي الحجم اللي موجود فيه اليوريا عند المريض مرة بالإضافة لـ 4.10 مرة كمان أو يعمل تنقية للـ V بنسبة 140% بعد كده بندخل الـ Hymatocrit وده نسبة كرات الدم الحامرة في الدم كعدد وكحجم لو متوفرة من خلال تحاليل ندخل القيمة مباشرة وحيكون أفضل ولو لأ هناخد القيمة 35% في المتوسط للإناث و40% للذكور اللي هو متوسط الوضع الطبيعي يعني بعد كده المجرمنت انترفل والمقصود بيها المدة بين كل مرة قياس للـ OCM والمرة اللي وراها يعني انت عاوز تاخد قراءة أو قياس للـ OCM كل قد إيه أقل مدة هي 25 دقيقة وده الوضع الافتراضي للجهاز وممكن تزود عن كده لكن احنا هنسيبها زي ما هي بعد كده ننقل على الجزء الخاص باختيار الرسم البياني اللي عاوزين ويظهر على الشاشة أثناء الجلسة ممكن نقسم الشاشة لجزئين علوي وسفلي حاجة تظهر في الجزء العلوي وحاجة تانية تظهر في الجزء السفلي وعندنا سبع اختيارات نختار ما بينهم عن طرير زرار الزائد والناقص الموجود على لوحة المفاتيح في شاشة الجهاز وفي حال التشغيل للـ OCM هنخلي الجزء العلوي من الشاشة يعرض الـ OCM Diagram والجزء السفلي يعرض الـ OCM Data بعد كده نعمل Confirm عشان نبقى خزننا بيانات الـ OCM بعد كده ندخل بيانات الجلسة نفسها بالضغط على زرار الـ UF Menu وندخل مدة الجلسة حسب ما يحددها الطبيب في المتوسط بتكون 4 ساعات وكمية السحب اللي حيحطها المريض أو كمية الماء المطلوب إزالتها من جسمه وبعدين نعمل Confirm عشان نبقى خزننا بيانات الجلسة نفسها وبعدين نبدأ نوصل المريض على الجهاز ونشغل زرار الـ Ultra Filtration هتظهر معانا الشاشة دي وهي جزئين الجزء اللي على يمين الجزء اللي على يمين في بيانات الجلسة نفسها زي مدة الجلسة وكمية السحب وسرعة مضخة الدم والجزء اللي على الشمال في بيانات الـ OCM ومقسومة الجزئين جزء علوي فيه الرسم البياني وجزء سفلي فيه الحسابات اللي الجهاز بيحسبها كل 25 دقيقة وزي ما احنا شايفين مفيش أرقام هتظهر إلا بعد 25 دقيقة من بداية الجلسة وبعدين الأرقام هتتغير كل 25 دقيقة لحد ما نوصل لنهاية الجلسة طب يهمنا إيه وإحنا بنراقب الأرقام دي وهي بتضغير أولا الكتي أوفر في إلى أي مدى الرقم بتاعها بيقرب من الهدف اللي احنا حطناه لجرعة الغسيل واللي كان 1.4 من 10 مثلا كل ما بقرب من نهاية الجلسة هل الرقم بتاع الكتي في دا بيقرب من الهدف اللي أنا حطيته في البداية ولا لا كمان إلى أي مدى تركيز السوديوم في بلازمة دم قريب من تركيز السوديوم على الجهاز وإن لو ضغط دم المريض كويس يبقى الأفضل يكون التركيزين قريبين من بعض عشان ما تديش المريض سوديوم زيادة أو أقل كمان إلى أي مدى أو الوقت المتبقي للوصول للهدف بتاع جرعة الغسيل اللي هو 1.4 من 10 بيكون قريب من الوقت المتبقي لنهاية الجلسة فلو كان أقل معناه إن الجلسة كويسة جدا ومشي في الاتجاه الصحيح ولو كان أكتر يبقى عايزين نراجع على متغيرات الجلسة تاني ونشوف ممكن نصحح إيه فيها كمان رقم الكي أو الكليرانس إلى أي مدى معدل التنقية في الدقيقة قريب من سرعة مضخة الدم كل ما كان الرقمين قريبين معناه إن تنقية الدم من السموم بتتم بشكل فعال وجيد والعكس صحيح فمثلا لو سرعة مضخة الدم زي ما هي قدامنا 203 ملي لتر في الدقيقة والكليرانس كان على الشاشة الجهاز حسبه 178 ملي لتر في الدقيقة إذن من كل 200 ملي لتر دم بيدخله بيتم تنقية 178 ملي منهم وبالتالي دي نسبة كويسة جدا طب لو الرقم ده أقل يبقى نغير فلتر الغسيل لواحد أفضل أو نزود سرعة مضخة الدم أو نشوف فيه مشكلة في الإبر ونعالجها ونتأكد إن ما فيش recirculation بيحصل إن الدم يرجع للمريض بعد تنقيته في الجهاز ويتسحب تاني بسرعة عن طريق الجهاز وما يلحقش يدخل جسم المريض لإن فيه مشكلة فيه زاوية الإبريتين في دراع المريض أو إن عملية الشنطة نفسها فيها مشكلة وهكذا بعد كده إيه الأسباب اللي بتؤدي لتوقف عملية القياس نفسها للأو سي إم؟ أولا إن يحصل توقف لمضخة الدم لأي سبب زي بلودليك زي أرتيريال ألارم فينس ألارم تي إم بي ألارم أو إير في السيستم كل دي حاجات لما تحصل بتوقف مضخة الدم كنوع من الحماية للمريض أو إن سرعة مضخة الدم تكون أقل من 80 ملي لتر في الدقيقة ثانيا إن يحصل مشكلة في الكوندكتيفتي أو التمبريتشر أو إن سرعة محلول الغسيل الخارج من الجهاز للفلتر تكون أقل من 250 ملي لتر في الدقيقة ثالثا إننا نخرج من الدياليسز مود للبريبريشن مود رابعا إننا نكون وصلنا الكمية السحب المطلوبة على الجهاز أو تم تغيير كمية السحب أثناء عملية القياس المفروض ما نغيرش البيانات أثناء جلسة الغسيل بنحطها مرة واحدة في بداية الجلسة عشان عملية القياس تتم بشكل سليم وفعال خامسا عملية قياس الأوسي إم بتتوقف برضو إننا لو غيرنا في أي قيمة في الدياليسز مينيوم زي الكونسنتريت سوديوم زي البرسكرايب سوديوم لأن عملية التغيير دي حتخلي الأوسي إم يخرج ويعيد حساباته من الأول تاني إن معدل سحب الماء يكون أكبر من 15% من سرعة مضخة الدم يعني لو سرعة مضخة الدم عندي 300 ملي لتر في الدقيقة ما ينفعش سحب الماء يكون أكتر من 45 ملي لتر في الدقيقة عملية قياس الأوسي إم أيضا تتوقف إذا حصل باور فيلير أو انقطاع للتيار الكهرابي في المكان ترجمة نانسي قنقر